اهلا بحضراتكم في توطية مستمرة لحادث طريق القاهرة الاسكندرية والذي شاهد حادثا بعد ان استضمت عدد من السيارات ما ادى الى احتراق بعضه ودفعت وزارة الصحة والسكان بعشرين سيارات اسعاف لنجدة المصابين في هذا الحادث المروري الذي وقع بين اوتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات مع تشكيل فرق طبية متخصصة لاسعاف مصابي حادث البحيرة المروري وفي هذا السياق وجهت الدكتورة نبين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الاغاثة بموقع الحادث مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين وقدمت التعايز لأسر المتوفين مع تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية أيضا تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأيضا تقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة خلينا ولحضراتكم أن وزارة الصحة أعلنت عقب وقوع الحادث مباشرة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحير وذلك للتعامل مع مصاب الحادث المرود أيضا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار أكد أن الحادث أسفر عن مسرع 32 راكل وإصابة 63 أخرين تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرو بينما تم نقل سبعة أخرين إلى مستشفى غرب النبرية المركزي وتقديم التعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث مرار المتابعة تمكن رجال الفرماية المدنية من إقماد الحريق الذي اشتعل بعدد من السيارات في حادث بطريق الإسكندرية السحراو وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نبين القباج بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين وقدمت التعازي لأسر المتوفين مع تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين وصرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفين وذلك من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماع وأيضا تقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات